وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي عبر تاريخه محتفظ بقيمه متمسك بمبادئه بيشتغل وفقا للأصول اللي أنشي عليها واللي ماشي عليها في كل الأجيال ومع كل الظروف ومع كل النجوم بيتصرف بمنهجية واحدة أو بكتالوج واحد أي حد بيقول غير كده بيبقى حق النادي الأهلي علينا تاريخيا إظهار الحقيقة عشان كده وأيضا بحثا عن المزيد من التدقيق كان لابد أن يكون فيه كلام كثير في الغربان يكسوفي يكسوفي بجد لأنه تقريبا من أسبوعين ثلاثة اتنشر ونشر عبر السوشيال ميديا وفي مواقع كتيرة التصريح ده اللي أنتوا هتقرواه الرجل ريكاردو سوارش البرتغالي ميشي من النادي الأهلي في ظرف تقريبا ممكن هو أقصر مدرب اشتغل في الأهلي في فترة لا بطلر أصار بطلر كمل وكابتن أنور السلامة ساعده لا 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 هو كان مع كابتن أنور السلامة هو مش كابتن أنور كمل كمل لأن بطلر بردو اكتشف فجأة أنه لا مش بتاع المرحلة مش مش مسألة بتاع المرحلة المسألة الشخصية مهمة جدا كابتن ساذ إبراهيم يعني المدرب المقدرش يكون مقنع للعيبة ويسيطر عليهم ويقط اللبس ويأخذ الفرقة كده كلها يحركها زي ما هو عايز ما ترجوش ما تتوقعش منه أن ينجح صحيح فسوالش الحقيقة لما ميشي فوجئنا بموقع من المواقع في الجول وموقع رياضي مهم يعني منسوب إليه اللوجو بتاعه محطوط على منشور في تصريح للراجل في منتهى القسوة على النادي الأهلي لأنه قالوا ساعتها أن الراجل بيقول قد كانت تجربة هي الأسوأ في حياتي لديهم قدر كافي ليجعلوا حياتك مظلمة يجيدون إلصاق الفشل لغيرهم وما يشغالهم فقط سوى إقاع الضرر بنادي الزمالك حتى يبدو أنهم الأخوة والحقيقة أنهم أسوأ ما رأيت في عالم كرة القدم اللي يبتوب دول بيشور على نفسهم الله أنا هنا يعني معرفش إزاي موقع وأنا هنا بطالب الزمل القائمين على كل المواقع الكبيرة دي موقع مؤسرة ولها انتشارها ولها مصدقيات لما ينشر أي منشور وحطوط عليه اللوجو بتاع الموقع وتظهر الحقيقة محدش بيبادر بالتجذيب أو بالتبرق منه يعني كنت تتخيل أنه بمجرد ما دا انتشر عبر السوشيال ميديا القائمين على موقع في الجول يطلعوا أنه فيه تزييف حصل لإسم الموقع في استخدام غير قانوني وغير سليم لإسم الموقع ونسبت للموقع تصريحات لم ترد فيه ولم تنشر من خلاله ومالوش علاقة بيها للأسف ما بيحصلش هذا التصرف اللي بيحفظ قيمة الموقع ومصدقيته وحقوق نادي كبير زي الأهل ممكن دا يكون يمس أي نادي آخر لكن ليه الأمانة المهنية لا ترعف دا هنا الكلام في منتهى الإجحاف والظلم والتحامل على الأهل ومسؤولية واتهامهم أنهم شغالين فقط لإلصاق التهمة بالزمال لا يعني هو سوارش أما هيز عنه هيقولك كلها مومي يضايق الزمال يذكر دا على لسان سوارش وينسب دا الموقع الموقع ما ردش وعمل ودن من طين ودن من عجين ومعرفش ليه لكن ليه أنا بقولك يا كسوفي لأنه أول مبارح بالزبط الرجل سوارش هو بالزاد نفسه بقى يقوم كاتب على حسابه الشخص على انستجرام اللي أنا هقوله لكم شوفوا قرنه بينه وبين الأكاذيب والطفح اللي تقال دا دا طفح مجاري الحقيقة اللي قالها سوارش قال كان فخر كبير لي أن مثلت أكبر ناد إفريقي ناد القرن أحد أشهر الأندية في العالم الأهلي العمل الذي قمنا به فيه بهذه الطريقة المكسفة والمتفانية والعاطفية وفي مثل هذا الوقت القصير يشعر الجميع دون استثناء أنهم قاموا بواجبهم وقال لم نفز بالبطلات لكننا فزنا بألقاب من الاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا كل شيء للأهلي أتمنى لكم كل التوفيق وأن أراكم في يوم من الأيام يعني قال هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب وعلى الرغم من كل العقبات قمنا بالعمل لتشريف هذا القميص وتكريمه شكرا لكم جميعا النجاح بالنسبة لنا هو معرفة جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا هذا الفريق من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني كثيرا بالعمل معهم رسالاتي للجميع ولكن بشكل خاص للكثير من الشباب الذين ساعدتوا بمنحهم الفرصة في عدة مباريات أريد أن أترك كلمة عن الشجاعة والثقة لأن ما فعلوه في التدريبات وما بعدها وأيضا ما فعلوه في المباريات يكشف أنهم محترفون رائعون ويجب أن يكون الأهل سعيدا بوجود هذه المجموعة القوية من الرجال وهو ازدواجية المعيير طبعا التدليس هو ده مشكلتنا أن يلنسب إليك مستندين إلى منطقية في وجه نظره أنه يطلع زعلان فممكن يقول كده بس راحوا زجين بقى بالهدف في الموضوع شوروا على نفسه فأنت الحقيقة أستاذ إبراهيم هذا النوع من الإعلام كارثي